بعد عامين على إعلان مغادرة اليمن وإغلاق مقر البعثة الأوروبية لأسباب أمنية تمثلت في السطو على جميع مؤسسات الدولة بصنعة عادت خلال الأيام الماضية رئيسة البعثة ماريا كالفو لإجراء عدد من اللقاءات مع قيادة الإنقلاب بصنعة زيارة على الرغم من أنها أجريت بشكل مفاجئ ولم تتحدث فيها كالفو الوسائل الإعلام عن الأهداف السياسية لهذه الزيارة إلا أنها حملت في مضمونها الإطلاع على الوضع الإنساني المتدهور والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني هذا التحرك وإن كانت أهدافه السياسية غير معلنة إلا أنها تزامنت مع جولة تحركات دبلوماسية جديدة بدأها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالعاصمة العمانية مسقط ثم الرياض وعدد من الدول العربية الأخرى دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة اليمنية حمل مؤشرات ودلالات عديدة حول الأفكار المقترحة للحل السياسي إلا أن مراقبين وجدوا أن هذا التحرك يحمل في طياته تغاض عن تعنت الحوثيين ورفضهم رؤية المبعوث الأممي ولد الشيخ المتعلقة بخارطة طريق الحل الأممي الخاصة بتسليم ميناء الحديدة وهي الخارطة التي حملت في مضمونها شقين الأول أمني والآخر اقتصادي يتمثلان في تشكيل لجنة تدير الميناء أمنيا بإشراف ودعم أممي ولجنة أخرى اقتصادية تدير إرادات الميناء للمساعدة في حل قضية دفع مرتبات موظفي الدولة وفيما يتجه المشهد نحو حشد جميع المساعي الدولية والدبلماسية للوصول إلى حل ينهي الصراع يقول متابعون إن هذه التحركات لن تثمر جهودها ما لم تبحث عن جذر المشكلة والأسباب التي أدت إلى تطويل أمد الحرب وتدهور الوضع الإنساني أكثر مما كان عليه ترجمة نانسي قنقر